مرحبا بكم كل عامكم بخير ورمضان كريم اليوم سنعمل حلوة كتير بسيطة وكتير سهلة مكسرات الكمية والنوع هو اختيارة نحمس المكسرات على حرارة هادئة نكسر المكسرات بأي أداة متوفرة عنا نوضع 70 جرام من الزبدة على نار هادئة شوكولاتة بيضاء 100 جرام ممكن استخدام أي نوع شوكولاتة ضايت سأوضع جميع المكونات على الشاشة إذا كنتم بحاجة إلى التقاط صورة للمكونات نوضع الشوكولاتة ونحرك مكسرات الكمية والنوع اختياري حسب نظامكم الغذائية مارش ميلو 100 جرام وإذا أنتم تريدون أن نعمل المارش ميلو اكتبوا لتحت في التعليقات إذا تريدون أن نعمله يكون صحة ونحرك تقليب دائما تقليب باستمرار على نار هادئة حتى تنسجم المكونات مع بعض تقريبا بيأخذ 10 دقائق نوضع ورق الزبدة على القالب كله من شان ما يلزق لأنه لو ما فيه ورق زبدة بلزق في القالب نتركه يبرد وندخله التلاجة قبل التقديم الوصفة الثانية بالشوكولاتة نوضع الزبدة نفس الكمية حاوضعنا مكونات كلها على الشاشة الشوكولاتة أي نوع شوكولاتة أنتم تحبوه شوكولاتة كيتو بدون سكر شوكولاتة 90% كاكاو كله متاح في السوبر ماركت حسب زوجكم حسب نظامكم الغذائية نوضع على الشوكولاتة أي نوع الشوكولاتة أنتم تحبوها نوضع مكسرات النوع والكمية هو اختياري نوضع 100 جرام المارشميلو وبنقلب مكونات التقليب دائما باستمرار التقليب شايفين كيف عشان تعرفوا أنه هي ناضجة شايفين كيف لازم تمغط من الطرف شوفهم كيف أن الطرف تسحبه تمغط هيك من الطرف معناته هيك تمام ناضجات شايفين كيف من الطرف هيك ناضجة ونضع ورقة زبدة مضحة بالقالب نتركها تبرد وندخلها التلاجة قبل التقديم هيك أصبحت جاهزة طلعناها من الطلاجة هي تكون لما طلعها من الطلاجة تكون ناشفة شوية لازم نتركها تهدى خارج التلاجة من شان تمغط ولكن عشان في التكسير أو في التكسيم أسهل لما تكون في التلاجة تكسر معايا وأسهل في التكسيم عشان ما تلزق معايا عدو أفرجيكم كيف بعد ما تركها تهدى خارج التلاجة كيف تكون النوقة تمغط وهي روعة نفس الشي طلعنا من الطلاجة وبنكسمها إذا بدكم تكون فيها مخطة تكون شي تكسر خلوها برد التلاجة خمس دقائق تقريبا تكون تمغط معاكم هذه هي المكونات سأنتوا بحاجة لالتقاط صورة للمكونات شايفين كيف تمغط شايفين كيف هذه بعد تقريبا خمس سبعة دقائق بتبطل تكسر معانا شايفين كيف تمغط فرجيك كيف شوفوا شايفين كتير هي روعة وكتير هي مميزة خلينا نتزوق بصراحة أكتر من روعة أتمنى تتبووا لي رأيكم تحت بالتعليقات لأنه رأيكم كتير بهمني الناس الموجودة عندي على الصفحة على الفيسبوك أتمنى اشتركوا بقناة اليوتيوب اسم القناة شايف نائل من شان يصلكم كل جديد رمضان كريم كل عام طب خير في أمان الله اشتركوا في القناة